كمان دكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن عدد من المؤشرات الاقتصادية ومنها مؤشر انخفاض البطالة الوصل لحوالي 6.5% كمان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اطلق وثيقة مهمة بالاجراءات الاصلاحية اللي الدولة قامت بيها على مدار السنتين الماضيتين واللي وصلت لأكثر من 290 اجراء كمان اتحدث رئيس الوزراء عن ان النصف الاول من سبتمبر المقبل هتعلن فيه مجلس الوزراء او هيتم فيه الاعلان من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن قرارات وصفها بالثورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية يعني انا عايز ان انا اتكلم على عدد من المؤشرات المهمة جدا الاقتصادية يعني حضركم تبعتوا ان الحمد لله مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة احنا بنتكلم ان احنا وصلنا تستة ونصف المية بنتكلم على اجراءات الحقيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعني اطلق وثيقة مهمة للاجراءات الاصلاحية اللي الدولة قامت بيها على مدار السنتين تلاتة الماضيين اللي وصلت لأكثر من 290 اجراء بهدف يعني اللي احنا بنتكلم فيه ان يبقى عندنا الدولة المصرية مرونة في سياسة سعر الصرف وسياسة النقدية موضوع تعزيز المنافسة والحياد التنافسي تشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة جدا تيسير الاجراءات وزي ما وعدت حضركم ان شاء الله النصف الاول من سبتمبر الدولة المصرية هتعلن من خلال وزارة المالية ووزارة الاستثمار انا عايز اقول يعني اجراءات ان شاء الله هتكون اجراءات ثورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية مش عايزة استبق الاحداث في تفاصيلها ولكن فعلا هتكون بتلبي كل طلبات القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في هذا الشأن اشتركوا في القناة